مرحبا بكم معنا في حصة تاج رمضان رمضان كريمي لكل المشاهدين الكرام اليوم رحين نتكلموا يعني على التساول كل حق شهر رمضان تكتر ظاهرة التساول رح متوجدين معنا ضيوف نرحبوا بيهم مساء الخير الشيخنا مرحبا بيكم بنا مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا مساء الخير أستاذ عرعار مرحبا أهلا بك مرحبا مشاء الخير شكرا شكرا مشاهدين الكرام رحوا نشوفوا هذا الفي تيار بعد الفي تيار نعود لحوار ونقاش هذا الموضوع كلما دخل علينا شهر رمضان انتشرت في الشوارع ظاهرة التساول والتي يشهدها الشارع الجزائري لحالات الفوضى جراء انتشار المتساولين الجزائريين بصورة منزعجة وملفتة للانتباه أطفال رضع يمشون حفاة الأقدام وعلى حواف طرق السيارات يا أخي التساول هذه يا أبا كيف أشعرها يقول الظاهرة هنا يا الناس والله يديرها شغل مهنة إنسان لي محتاجة على الصح ما يروحش في مد يديه فالله سبحانه هو عز وجل يقول في الآية أدعوني أستجيب لكم أن تعطي يدك أو لا أن تقول لله يا رب يعطيني الأولى لله سبحانه عز وجل وهذا هو مولا يديرها نقاب ويروحوا لحشية يجيبون لنا الصرف يجيبوا بـ 500 أو 700 ألف صرف أنا هادية شهد عليها شهد عيان أنا كنت عند سوبيرة عند السيديجة نشري عليها في رمضان هادية في الصهراء مدت له الصرف عطالها ورق عطالها مليون وربعمية كم أن الكثير منهم يقوموا باستغلال الغشر الأواخر من أيام رمضان لكسب طغاته في الناس مشاهدين الكرام كما شفتوا هذا الفيتيار يا للأسف نولي والشيخنا يقولنا على هذا الظاهرة شيخنا واش تقول على الظاهرة التسول وخاصة في شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلة فالإنسان لا يجوز له أن يتسول إلا إذا كان في حاجة ماسة وبعد استنفاذ جميع خطوات الاسترزاق والطلق المؤدية إلى الرزق بالطريق الحلال الآن هذا التسول اليوم أصبح وأقل من أن نسميه حرفة لاست حرفة بل الحرف بالعكس الحرف كلها الشريفة من أجل الاسترزاق لكن التسول أصبح كأنه استغلال بأمور أصبح عند الناس معلوم هذه الوسائل التي يقومون بها معظم المتسولون منها هالناس اللي يجو إلى المساجد وإلى بيوت الله بش يتسولوا ويعني لو احترموا بيت الله سبحانه وتعالى فهم في بيت الله فكيف يطلبون غير الله يعني في بيت الله سبحانه وتعالى تطلب غيرهم من إنسان ضعف منك كان أولى أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وبيوت الله لم تجعل من أجل التسول وإنما من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويسبح فيها ويذكر فيها القرآن الكريم وأنواع الذكر فهذا الظاهرة الآن أخذت منحاً آخر في تزايد مستمر ولذلك نحن نوصي أحياناً لبعض الناس أن الصدقة اللي حبي يصدق اللي حبي دي الخير نعم فيبدأ أولاً بأقاربه اللي ما عنده مش فعنده أجر الصدقة وعنده أجر سلطة محيم ولي ما عنده مش عمره ما يقول كاتي لي أو يحشم نعم تعرف وجوههم يتأفف كما قال الله سبحانه وتعالى ثم أيضاً الأمر الآخر أنه الإنسان يمد الصدقة لمن يعلم أنه يستحقها أنت الشخص لا تعرفه أصلاً فتمدله وقد تمدله فكأنك تعينه على هذا الباطل إذا كانت تسود في غير محبه فلذلك ينبغي للمسلم اللي حبي يصدق في رمضان والصدقة مليحة وأجرها عظيم يبدأ بأرحامه فاميلة وعمت وخالت وخوها وليد خوه بعض جيرانه اللي هم محتاجين يعرفهم مليحة اللي محتاجين ثم النسل اللي يعرفهم حقيقة محتاجين هم اللي يستحقوا هذه الصدقة هذه فيؤجر على ذلك أما أن نعطيها هكذا سابهنا لا لكل من يدعي أنه محتاج ومعظمهم عبارة عن سجيل تجاري هذا كثير من الناس يجيوا عن طريق شبكات تستغلهم في هذا الأمر وتدر عليهم أرباح طائلة فهذا الأمر الذي ينبغي أن يحارب من طرف الناس أولاً المتصدقون يعرفوا لمن يصدقوا ثم من طرف السلطات المعنية بهذا الأمر لأنه أظن أنها تسول يعني يجرم يعني في القانون نعم مجرم فالمفروض يتابع على الميدان ما يبقاش حبر حبر على ورق الشيخنا نشوف هادك تعرفوا باللي راه عنده وهو راه يطلب مترك تعطيله وش تقولنا نقولوا هادك هراه يطلب وراه لا بس به هراه يجيب السيارة ويحط إلى دياله ويروح مترك شفته ونتي تصدق عليه وش تقول لنا طبعاً هذا ما هوش صدقة هذه ليش صدقة هذه هذا استغفال هذا تهور سميه سميه ما شئت المفروض أنه إنسان قلت صدقة تعوه يعطيها لمن يستحقها حتى يؤجر عليها لآن ربما أحياناً يخطأ ما يعرفش ما يقدرش نعم لكن أن تكون عادته دائماً أنه يصدق بلا ما يحوصي فهم ويظن أن ذلك فعل خير فهو أحياناً يكون عكسي فهو يعين هذا الناس على هذا الاستماع على هذا الاستغناء شيخنا وخالي يديرون نقاب يعني تطلب وتقول أنا سورية وإنا هكذا وإنا محتاجة وش تقول نعم هذه نعم قلت الوسائل متعددة في تفنن في الاستعطاف الآخر من أجل أن يحصل على هذه الأموال وكل هذه الوسائل الآن المفروض لا تخفى على على عامة المجتمع الإنسان إذا كان بطبعه يحنين فقلت الآن هذه الحنية مليحة نعم ولكن يوجهها إلى مستحقيها يبدأ بأقاربهما أولى نعم يبدأ بجيرانه يبدأ بمن يعرفهم من الناس ثم بعد ذلك ننتقل إلى هذا الآخر شكراً هذا ما يسمى إنحراف الإنسانية أنه هذه السلوكات كانت في العصور من قبل لكن اليوم مع التطور والتكنولوجيا وكل ما يعني ابتكر من الرفاه وأنه الإمكانيات الموجودة المفروض لا نشوفوش هذه الأشكال لانتهاك لحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان ما بلوك بالأطفال نعم لتمزج بهم نعم تسول ويستغلالهم هو إنحراف أخلاقي واجتماعي يعني يكون راضي وتحط القرآة يودي كان يربطهم تحدك صغير كان يشربهم دواوات كان يبقى توتلاجورني والشمس تأكل فيه وفي الكارتون ويدوهم ويجيبوهم ولكن اليوم أين الرقيب من يراقب مش قضية يشكون يمدوا لي ما يمدش مين أشكون اللي راقب هذا الشي رغم أن القانون العقوبات في 2014 جرم التسول نعم ولكن سبق الحل الاجتماعي أين الحل الاجتماعي اليوم هذا الناس منين جوا منهم من مولودين خارج إطار الزواج وهربوا من بيوت تحتهم وصبحوا أزدياف ويصبح يطلب ويطاح في عصابات ويقول يستغله ويعتدى عليه نعم ويقول ما يخدمش ولا ما يتسولش وما يجيبش تدراهم يعاقب أين رد على الجريمة في هذا الموضوع هذا وهذه الأطفال كي يكبروا كيف يكونوا عاديين هل كاش طفل عاش في الشارع يكون عادي يا ناس نعم كاش إلا لما المجتمع يمر بمحنة ويلقاس في الحرية أو في هذا الموضوع آخر ولكن اليوم احنا في موضوع اجتماعي متدهور فيه بفئات هشة للأسف تعيش الويلات وتلتجئ إلى التسول كمنهج حيات عشر سنين هو يتسول ولو أحد يشوف فيه هاك اليوم من ديك لأغد وهم بعد إلى متى تبقى هذه يعني دلوا هميهنا أرجعت به والتحقيقات ها تندير نعم التحقيقات الاجتماعية ها تندير ولكن أين الحلول ورهم المسؤولين هذا ورهم السياسات العمومية هذا ولماذا ما يصلهمش الحل هذا هو التدمر اللي احنا النادي من أجله بأنه اليوم نبقى نحصي في الضحايا ولا نحصي الحلول نعم فليهذا اليوم لازم نوصل إلى السفر متسول في الجزائر لأنه الجزائر غنية والحمد لله بثوراتها برجالها بنساءها بتضامونها ولكن نبقى نشوف هذه المشاهد عيب علينا قال لك كان يحتل يكروه هذوك الأطفال بسيو يحدث ولا حاجة في عصابات في عصابات وفيه اللي يكري وفيه اللي يستغل وفيه اللي يهدد ما يتصلوا بكم يعني هذو الأطفال ما يحتلوا وحتصل بكم كان يتصلوا بنا وعائلات يحوصوا عن الحلول يحوصوا عن الحلول اليوم صباح تشوف سيد حاكم فتاة ويمشي يتسول بها والأشي يحاكم طفل يتسول به وإذا شكون يهدر معه فليهذا إحنا طالبنا أنه لابد أنه آلة الردعة تتحرك نعم أنه لازم القضاء يعيد النظر في الكثير من الإجراءات القضائية في هذا الاتجاه ولكن بالمقابل القضاء لما يديره طفل قال هذا من تسول يقول لك أنا وين يحطه لازم المكان وين يحطه والمكان هذاك لازم يكون مركز واليوم ما هي وضعية المراكز لتستقبل هذه الفئات إذا استقبلتها ما هيش في قضية هي يكون ويشنوا ويكون في المركز ولكن لازم من برنامج أولا إعادة بناء شخصيته نعم لأن الشخصيته تدمرت من الداخل حتى يتم إدماجه من جديد في المجتمع أنك تتحقق من الهوية تتعوه عنده العائلة ما عندهش وين زايد نعم تكون باباه كين أطفالهم يجوا من داخل ولايات أخرى للعاصمة باش يتسولوا وعليش كي الحق شهر رمضان تكتر عملية تتسول شي طبيعي لأنه وطيرة الديناميكية رمضان مختلفة التجارة والصهرات إلى آخره والربح السريع وعلى بالك بللي علاش يتسول في رمضان يعني على باله بللي ليدار الذنوم قعل عام في رمضان يحب يتصدق فبالنسبة لي باع احترام لكل شخص ولكن يحب ينقص ويدير الخير أبواب الخير مفتوحة فإن في استغلال احنا باش نحربوا هذه الطاهرة وش نديره في كثير من الأشياء أولا من الرضع مهم جدا لابد من حلول اجتماعية مهم جدا لابد من حلول مؤسساتية ثم تجي الحلول لعائلية ثم يجي التحسيس واليقظة والتوعية وهذا في مخطط منسجم ولنفذه رجال ياملوا بهذه القضية ما وش فقد أن ندير اعلانات وقال نديرت حملات ضد التسول كما شفناها ونبعد ورأي النتيجة أنا أشوف الأطفال شكرا دائما في شارع ومن جانب من جانب الديني الأخ مصطفى نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من هذا التسول عقوبة تعوي يوم القيامة عقوبة ألمة جدا يعني الإنسان يجي يوم القيامة وليس في وجهه لحم نعم من كثرة أنه أراق ماء وجهه في التسول بغير حق مع أنت العقوبة هذه راضي إنسان يخاف يخاف يوم القيامة يكون من هذا الناس هذا ما الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم في معنى الحديث لو كان واحد فيكم يروح للغابة ويحطب ويجي يبيعه في السوق خير الله من أن يطلب الناس أو يسأل الناس أعطوه أو مناعه معناها أبواب الرزق كينة ما كاش منها واحد ما يلقاش يعني يبيع كوكو خير الله من أن يطلب الناس ويتسول عند الناس شكرا شيخنا شكرا أستاذ العار مشاهدين الكرام أما أنا بقالي نقول لكم بقاو على خين نتلقوا غدا إن شاء الله سلام تهلاونا في البلاد صحة فطركم صحة صحركم